اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله الرعا بمناسبة ختام موسم عاشراء للعام الهجري 1442 وأكدت معاليها أن الإشادة الملكية السامية تعد وسام تقدير وطني لكافة المؤسسات والأجهزة المعنية والمشايق والعلماء الأفاضل ومجلس الأوقاف الجعفرية ورؤساء المآثم وفرق العمل الميدانية من المتطوعين على ما قاموا به من جهود تنظيمية متميزة ومسؤولة والتزاما باتباع وتطبيق التعليمات الوقائية والخطط الاحترازية الصادرة عن فريق البحرين بإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأوضحت معاليها أن الرعاية الملكية السامية لدعم الحريات الدينية وما ترسخ من قيم ومبادئ إنسانية في احترام التعددية المذهبية يدعو للفخر والاعتزاز وجعل البحرين مثالا رائدا إنسانيا وحضاريا وأشارت معاليها إلى أن الشعب البحريني الكريم بثوابته الوطنية ومبادئه الإسلامية وقيمه الحضارية وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى يواصل كما هو دائما بكل عزم وإرادة وطنية الوعي الوطني التام وحسن التعامل مع تحديات الظرف الطارئ دعية معاليها المولى عز وجل أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر